قال رئيس السيسي أن مصر تتطلع لدعم بولندا في جهود القضاء على الإرهاب وأشار رئيس السيسي إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى استعراض جهود مصر لوقف الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية لأوروبا قد حرست على اطلاع الرئيس البولندي على كافة التطورات التي تشهدها مصر في المجالات ذات الصلة بعمل الاتحاد الأوروبي مثل قضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان حيث تم استعراض الجهود المصرية المبزولة في هذا الصدد لا سيما مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 وكذا ما يتعلق بالتطور الذي تم إحرازه في مجال تعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف وقد تترقت المباحثات أيضا إلى استعراض الجهود التي بزلتها مصر من خلال جميع مؤسساتها لوقف الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية لأوروبا عبر البحر المتوسط وذلك على الرغم من العبء الملقى على اقتصادها من خلال استطافة أكثر من 6 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية في مصر ترجمة نانسي قنقر